هو دائماً يرى في حياته كفاح يمكن حتى لما جاي ساد اسمه الشركة سماها من خلال رؤيته لمسيرته كان يعمل في وظيفته وجرب يدخل في المجال الخاص عمل في البداية في تربية الدواجن ومع شارك أخوه رحمة الله عليه وسبحان الله ما توفقه صارت مرض معين وقضى على الكثير منه ومع ذلك كانت عنده قناعة أنه لا ممكن وبدأ فعلا مرة ثانية ونجحت المزرعة وبعدين بدأ يتوسع في العقار يتوسع في التجارة كان يجيب أعلاف من الكويت ويجيب أعلاف من لبنان وكان يعمل أخذ توزيع الأعلاف أو تأمين الأعلاف لمحطة الحيوان هنا محطة اللي يسمون المزيرع هذه فكان يعني وكل هذه كان يشتغل كان يعمل في وظيفته بعد ما يرجع وظيفته عم في وظيفة أرامكو ووظيفة كاملة ويحتاج تواجدك ومع ذلك كان يعني حريصا إلى أن وصل مرحلة حس أنه ما حيقدر يعطي فعلا وقدم استقالته من الشركة وبدأ في العمل ما هي إلا سنوات قليلة حتى بدأت تجارة العفالك بالنمو والتوسع فتنوعت حقيبة الشركة الاستثمارية لتشمل قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري ومصانع الإسمنت والمنتجات الخرسانية وتضاعفت مصانع الشركة من مصنع واحد في عام 77 للميلاد لتصل إلى 27 مصنع في 9 مدن رئيسية حول المملكة الوالد كان لغفل كان عنده مؤسس اسمه مؤسسة العفالك مؤسسة العفالك والوالد اسمه حسن العفالك فيها عمي وخالي يؤسسوا بينهم شركة واسمها شركة الحسين والعفالك فما حب أنه يكون فيه لبس يعني في أنه شركة الحسين والعفالك وشركة حسن أو مؤسسة حسن العفالك فحب أنه يعني شوي أن يكون فصل في الموضوع هذا وحب أنه يطلع باسم تجاري أكثر من أنه اسم شخصي لفكرة أنه فعلا يعني كانت فكرة رائدة وكانت قليلة في هذه السنوات لأغلب المؤسسات والشركات العائلية ما زالت تبقى باسم المؤسس ولكن نظرته كانت كثير متقدمة وبعيدة أنه يختار اسم تجاري ليبعد عن الأسماء الشخصية فاختار اسم الكفاح لأنها فعلا هو كافح بشكل كبير جدا عشان أنه ينشأ هذه الأعمال وبالذات أنه بدأها فعليا بدأها من صفر من جهد بالكامل أخذ الأعمال هذه كلها فقصة كفاح الوالد رحمة الله عليه عمل في الخرسانة ولم يتاجر في الأسمنت هو بنى أول مصنع له في السلمانية في الهفوف على أرض مستاجرة من السك الحديد وبناه كمصنع بلوك طابوك وعمل لمدة ثلاث سنوات إلى أن توسع العمل فبدأ مشروع الخرسانة عام حوالي تقريبا 79 أو 80 ميلادي ومنها توسع العمل في ذلك الوقت كذلك كانت عنده أعمال المقاولات يعني فكان العمل المقاولات يعني برضو يتوسع بنفس السرعة وبنفس النسق على حسب المشاريع اللي يعني نفذها نفذ في مناطق مختلفة في حائل في وادي الدواسر في مناطق مختلفة في الأحساب برضو نفذ مشاريع كثيرة وفي نفس الوقت كانت الخرسانة هي العامل الرئيسي لتوسع عمل التجارية عدد نشاطاته يعني خلى لكل مجال نصيب عرف قيمة التعليم فأكد على ضرورة وجود مدارس متميزة وبدأ بإنشاء مدارس سواء كانت مدارس خاصة هو يديرها أو حتى كمقاول ينفذ مدارس لوزارة المعارف في ذاك الوقت وأيضا في مجال الصناعة نعرف كلنا دور الكفاح في تنمية الوطن